بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الهندسة الفضائية للأولى ثانوي رقم اثنان حيث قال الشكل المقابل هو لمتوازي مستطيلات A B C D E F G H النقطتين M و N منتصف القطعتين A B و B F على الترتيب ها هي النقطة N و ها هي النقطة M قال حدد الوضع النسبي للمستقيم والمستوي في كل حالة وبرر جوابه ألف عندنا المستقيم E N والمستوي A B C عندنا M N و H D C و M N و A E F ثم ثانيا قال حدد الوضع النسبي للمستقيمين في كل حالة الآن مستقيم ومستقيم E F M N E A و F B و E B و D C ثم ثالثا قال حدد الوضع النسبي للمستويين في كل حالة وبرر جوابه الآن المستويات A B C و E F H و A D C و A D E و A B F و H M N إذن لننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن ناتي إلى الحل أبنائي نوعي قلت الشكل المقابل هو لمتوازي مستقيلات A B C D E F G H ها هو أمامكم A B C D E F G H حيث له ستة أوجه قال النقطة ثاني M و N منتصفة القطعتين A B ها هي النقطة M و N منتصفة القطعة B F قال على الترتيب قال حدد الوضع النسبي للمستقيم والمستوي في كل حالة وبرر جوابك أولا عندنا ألف E N والمستقيم E N والمستوي A B C لاحظوا المستوي A B C ها هو أمكم انظروا هو الذي يحولنا هذه الأربع نقطة ويلد من المستقيم E N ها هو المستقيم E N لو نلاحظ جيدا هنا أبنائي ونكمل مع أرصم لأنه مستوي هذا لو يكمل مسيره هكذا لأنه قلت وأكرر مستوي يعني لا متنهي هكذا وتخيلوا المستقيم هذا كذلك لو يكمل سيره هكذا ماذا تلاحظون؟ ألاحظ أنه يقطعه في نقطة ها هي النقطة يا أبنائي لاحظوا جيدا الآن هذه من الشكل الآن كيف نبره ذلك بالهندسة لاحظ نقول هنا تحديد إذن تحديد الوضع النسبي لمن؟ للمستقيم E N مع ماذا؟ مع المستوي A B C المستوي A B C هو الذي يظهر باللون الأحمر والمستقيم هو الذي يظهر باللون الأزرق ركزوا هنا جيدا نقطة نقطة أبنائي لو نلاحظ الآن إلى هذا المستقيم هذا المستقيم F B والمستوي الأحمر كيف هما؟ نلاحظ أن المستوي A B C يعامد المستقيم B F لماذا؟ لأنه هنا من خواص متوازن مستقلات هذا الأمر أول وماذا؟ وعندنا أن نقطة تنتمي إلى المستقيم الذي عينته بالأسود لهو B F نعم إنها تنتمي إليه بما أنها تنتمي إليه وتختلف وتختلف عن ماذا؟ أبنائي عن النقطة F بما أنها تختلف عن النقطة F فهو فهو إذن ماذا يكون؟ يكون أن المستقيم E AN ماذا؟ يقطع يقطع المستقيم B F في ماذا؟ في AN أكيد الآن بما أنه يقطعه ولا يعامده لأن لو كان يعامده ركزوا لكانت نقطة منطبقة على أختها إذن بما أنه يقطعه ولا يعامده أي الشيء الذي نتحصل عليه أي المستقيم E AN ماذا؟ يقطع المستوي A B C في نقطة في نقطة كيف هي؟ وحيدة إذا سميناها يا أبنائي مثلا E إذن يقطع في النقطة وحيدة E لماذا أبنائي؟ أعيد لأن المستقيم الأول هذا ركزوا سوف أريكم هذا المستقيم يعامد المستوي ونقطة A تنتمي إلى هذا المستقيم حيث تختلف عن ال B وتختلف عن ال A تختلف عن ال B وعن ال F إذن أكيد سوف يكون لنا هذا المستقيم يمر هكذا فهو يقطع لنا ماذا؟ فهو يقطع المستوي A B C مع أنه كذلك ماذا؟ عندنا النقطة لا تنتمي إلى المستوي A B C هذا أمر كذلك لأنه يمكن أن تكون النقطة محتوى فيه وكذلك F لا تنتمي إلى المستقيم ماذا؟ إلى المستوي A B C وعندنا كذلك النقطة N كذلك لا تنتمي إلى المستوي A B C إذن فهو يقطعه وفق نقطة فقط أبنائي نأتي كذلك أبنائي للوضعية الأخرى ماذا قال؟ قال المستقيم M N والمستوي H D C إذن المستقيم M N هو هذا والمستوي H D C هو هذا الذي هو الوجه الأسفل لاحظوا جيدا أولا ها هو المستقيم M N لاحظوا نقطة نقطة ها هو الذي أريكم إياه باللون الأحمر والمستوي هو هذا المستوي انظروا جيدا هذا المستوي يريد منه هذا وفي الأسفل كالثلاثة لكن هو يشمل حتى هنا الأربعة اللي هو الوجه السفلي لهذا متوازي المستطيلات ماذا يمكن أن نقول على الوضعية؟ إذن الوضعية يظهر أنه يوازيه أولا نقول أن المستقيم المستوي H D C حتى يمكن أن نضيف إليه النقطة G النقطة G لا يهم ماذا هو؟ يوازي المستوي هذا المستوي انظروا إنه يوازيه لهو A هكذا A B بما أنه يوازيه فإن كل مستقيم يكون بداخل هذا المستوي الوجه العلوي يكون كل مستقيم هناك يكون يوازي المستوي الأزرق إذن وماذا؟ وعندنا أنه M تنتمي إلى هذا المستوي اللي هو A B وعندنا كذلك أن تنتمي إلى نفس الشيء المستوي A B دقيق أ أرجوكم قلت A A B إذن بما أن هذه النقطة تانية أبنائي هما تنتميان إلى المستوي هذا والمستوي هذا بطبعه يوازي فإن بخاصية تعدي فإن H D C كمستوي يوازي المستقيم M N لاحظتم؟ لماذا أبنائي؟ لأن قلنا هذا المستوي اللي هو الوجه العلوي من متوازي المستطيلات يوازي الوجه السفلي وهذا الوجه العلوي فيه مستقيم محتوى فيه بداخله إذن بما أن هذا المستقيم الأحمر هو محتوى في المستوي للوجه العلوي فهو إذن يوازي هذا بخاصية تعدي فقط أبنائي نأتي بعد ذلك أبنائي إلى الوضع كذلك للمستقيم M N عفوا سوف أريكم إياه إذن ها هو المستقيم M N الذي يظهر هنا باللون الأحمر والمستوي A E F إلا أنه هذا المستوي كذلك هو يشمل هذه الأربع نقاط يعني الوجه العلوي هنا نلاحظ جيدا أبنائي ماذا يمكن أن نقول نقول على أن النقطة أن النقطة M تنتمي إلى هذا المستوي ها هي النقطة M تنتمي إلى المستوي A F وعندنا كذلك النقطة N تنتمي إلى نفس المستوي A F بما أن الأولى تنتمي والثانية تنتمي فماذا يمكن أن نقول نقول أن المستقيم M N يكون محتوى لا نقول ينتمي بل نقول محتوى لأنه هو مجموعة من النقطة في المستوي A F فقط يا أبنائي وهو أمامكم نعم إنه محتوي بداخله أما لو نلاحظه الآن مع المستوي الآخر لو نأتي إلى هذا المستوي هذا المستوي مع المستقيم ماذا يمكن أن نقول عليهم إنهم متقاطعان في نقطة اسمها M لاحظتم الآن لو نأتي إلى مع المستوي هذا المستوي الخلفي هذا اللي يظهر هنا كيف هو الوضع بينهم إنهم متقاطعان في نقطة أيها النقطة لو لا يكمل هذا المسيرة وهكذا وهكذا حتى تلاحظ أنه مستوي ومجموعة غير منتهية من النقطة لاحظوا فإنه يتقاطعان هنا في هذا المكان فقط أبنائي نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال الآخر أو الجزء الثاني من التمرين قال حدد الوضع النسبي للمستقيمين في كل حالة وبرر جوابه عندنا المستقيم الأول المستقيم الأول اللي هو EF مع MN لاحظوا عفوا ها هو أم أن هذا كمستقيم دقيقوا معي إذن انظروا وعندنا مستقيم آخر اسمه EF إني ألاحظ أنهما متقاطعان في نقطة لكن كيف يمكن إثبات ذلك نقول الوضع النسبي إذن الوضع النسبي للمستقيمين ننطلق في الأول الحالة اللي هي EF وماذا وAMN نحن ماذا قلنا أبنائي لاحظوا عندنا أولا المستقيمان EF وماذا وAMN ينتميان إلى ماذا إلى نفس المستوي أي مستوي أبنائي اللي هو E A يمكن F ماذا لاحظوا سوف نرتب أفضل E A B F هكذا يقول أحدكم أين هو يا أستاذ هو هذا المستوي أو يمكن أن نخذ منه ثلاث أحرف أو تخذ منه أربع أحرف لا يهم المهم هو يضم هذا هو المستوي انظروا إليه هذا المستوي إذن هم من نفسه ولكن لكن غير ماذا غير متوازيان لماذا غير متوازيان لأن عندنا النقطة هذه تنتمي إلى هذا وهذا متعامد مع هذا فهي فهم كيف هم لاحظوا هذا المستقيم وهذا المستقيم لهو E B E F و F ب متعامدان لماذا من خواص متوازي مستطيلات ها هو متعامدان وبما أنهما أولا متعامدان وهذه النقطة هي نقطة تنتمي إلى المستقيم F B إذن فيصبح المستقيم هذا M M M M كيف هو يقطع إذن لأنه غير متوازيان إذن 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 فهما متقاطعان في نقطة كيف هي في نقطة وهيدة نعم لأن التقاطع المستقيمان يعطينا نقطة وحيدة يعني إما متقاطعان أو متطابقان هذه فيما يخص الحالة الأولى إذن فهما متقاطعان لأنهما من نفس المستوي نهاتي الآن إلى الحالة الأخرى لاحظوا قال A A و F B A متابع جيدا قال A A إذن ها هو A A وعندنا الأخر قال F B F B ها هما انظروا كيف هما يظهران يا أبني إنهما متوازيان إذن نقول F F B يوازي ماذا يوازي A F فقط لأنهما أولا هما متوازيان لأن حامل نقول لأن حامل ذلعين ذلعين هكذا هتفهم متقابلين في متوازي الأضلاع لماذا أبني هما متوازيان هما ينتميان أولا إلى نفس إلى نفس المستوي هذا وهذا ينتميان إلى المستوي E A B F وهما حاملين لهذه لهذين الذلعين بما أنهما حاملين فهما كيف نقول عليهم إنهم متوازيان فقط هما من نفس المستوي ومتوازيان من خواص متوازي المستطيلات عندنا كذلك أبناء قال المستقيم الآخر E B إذن E B ها هو E B وعندنا المستقيم D C انظروا ها هو D C هما يظهران أنهما لا يتقطعان أبدا الأمر الثاني أنهما ينتميان إلى مستقيما إلى مستويان متوازيان لاحظوا أولا نقول أين ينتمي محتوى ليس ينتمي محتوى في المستوي A B نعم إنه ينتمي محتوى في هذا المستوي هذا المستوي وعندنا كذلك D C كمستقيم محتوي في المستوي H D C نعم ها هو المستوي الذي أتحدث عليه هذا المستوي إذن بما أنه محتوى في هذا وهذا في هذا لكن ماذا نملك نملك أن أ A B كمستوي يوازي H D C كمستوي لأنهما وجهاء لأنهما وجهاء ماذا متوازي المستطلات لاحظوا جين إن ذكرتوا كلمة متوازي أضلع فعذروني في الذي قبل متوازي المستطلات لأنهما وجهاء فهما كيف هما متوازيان في هذه الحالة متوازيان بما أنهما متوازيان ك تقول المبرهنة إذا كان عندنا مستويان متوازيان فكل المستقيمات التي محتوى فيهما تكون كيف هي متوازية أي أي أن B يوازي ماذا D C وهما ليس من نفس ماذا من نفس من نفس نكتبها كذا من نفس المستوي فقط يا أبنائي هكذا أبنائي أو يمكن أن نقول كذلك بأن هذا الوجه وهذا الوجه متقابلان ومتوازيان فإن كل مستقيم يكون محتوى فيه في الوجه الأول والوجه الثاني فهو متوازية هذه المستقيمات نأتي الآن أبنائي إلى الوضعية الآن النسبية لمن الوضع النسبي للمستويين في كل حالة ننطلق في الحالة الأولى ما هي الحالة الأولى اللي هي المستوي A B C مع ماذا مع المستوي E F H أين هي هذه سوف أريكم أولا A B C ها هي المستوي A B C يمكن حتى نضيف النقطة الرابعة هذا وعندنا المستوي الآخر لهو F H لهو هذا لكن يمكن حتى أن نضيف هذه الرابعة لأنها تنتمي إليهم لو نلاحظ إليهم ماذا يمكن أن نقول نقول المستوي A B C يوازي المستوي F H لماذا أبنائي إذن نقول لأنهما وجهان كيف هما وجهان متقابلان لمتوازي المستقلات لأن كل وجهان متقابلان في متوازي المستقلات فهم متوازيان ولا توجد ماذا بينهما أي أو أية نقطة كيف هي نقطة مشتركة مهما لو تلاحظون أبنائي بين المستوي الأحمر والمستوي الأخضر لا يوجد بينهما أي تقاطع إذن هذه وضعيتهم فهما متوازيان نأتي بعدها أبنائي إلى المستوي الآخر قال المستوي لهو A دي سي وماذا و دي سوف نوضح هنا بالألوان حتى تلاحظوا بأم عينكم إذن عندنا المستوي الأول قلنا A دي سي أ دي سي اللي هو هو نفسه هو هذا A ب سي أ دي سي إذن ها هو أمامكم انظروا وعندنا المستوي الآخر أو نمكن أن نذكر إلا الثلاثة كذلك حتى تلاحظوا جيدا A دي سي ها هو أمامكم بالرغم النقطة B يضمها والمستوي الآخر A دي دي تركزوا إذن A دي أ ها هو أمامكم انظروا يظهران أنهم متقاطعان أكيد وفق ماذا وفق هذا المستقيم انظروا نعم إنهم متقاطعان ماذا يمكن أن نقول عليهما أو هو كذلك يمكن أن لو نكمل هنا المساء الرسمة يصبح هذا الوجه مع ماذا مع عندنا مع هذا الوجه الذي أريكم إياه هنا باللون الأخضر إذن اللون الذي يظهر باللون الأخضر مع اللون الذي يظهر باللون الأحمر كما يمكن أن نحذف هذه ومن هنا يعني نجعله وجها كاملا إذن هذا الوجه دقيقوا مع هذا يمكن كذلك أن نحذف وهكذا دقيقوا أرجوكم حتى تتعلم الآن كيف يظهران نلاحظ أن المستوي أ أكيد هم متقاطعان وقبل أن يكون متقاطعان فهما متعمدان إذن عندنا المستوي أ دي سي يُعامد ماذا يُعامد المستوي أ د أ هذه من خواص من خواص متوازي المستقلات أن فيه كل وجهان يعني وجهان ما نسميه وجه لاسق في الوجه الآخر يكون يعامده انظروا في أي مكان من هنا معنى ما يتحدثون إلا بالتسعون درجة كل الأشياء التي جاءت متوالية في المتوازي المستطيلات أين هم تسعون درجة دقيقوا أرجوكم إذن من خواص متوازي المستطيلات أنه يسبح هذا المستوي وهذا المستوي كيف هم متعمدان وبما أنهم متعمدان فهما حالة خاصة من التقاطع إذن إذن فهما كيف هما متقاطعان لأن التعمد هي حالة خاصة من التقاطع متقاطعان في أو وفق نقول أفضل وفق أفوال وفق ماذا المستقيم ها هو المستقيم الذي يظهر هنا باللون الأزرق لهو آ د فقط لأن تقاطع مستوياني في الفضاء يعطي لنا مستقيم بعدما أنهينا مع هذه الحالة أبنائي نأتي إلى الحالة الأخرجين في الحالة الأخرجين ماذا قال قال كذلك المستوي A B F سوف أريكم هنا إياه A قلنا A B F هذا والمستقيم الآخر أو المستوي الآخر لهو قال لاحظوا و H M N سوف نلاحظ الذي هو يظهر هذا لا سوف نستعمل ملون آخر هذا المستوي انظروا هذا المستوي الحالة الخاصة الذي يظهر هنا باللون الأصفر يعني قاموا بتلوينه باللون الأصفر ونحنقمنا بإحاطته باللون كيف هو باللون الأخضر هما يظهران أنهما كيف وما يظهران أنهما متقاطعا لجدال لماذا؟ لأن في الأصل هذا الكأفي في الأصل أن هذا يمكن أن يكمل مسيره حتى إلى هذا المكان انظروا يصبحوا هذا كليا هذا هو المستوي الكبير إلا أن ذكر بنقطتين بثلاث نقاط يمكن أن يذكر كذلك بأربع نقاط ألا تلاحظون ألا تلاحظون يا أبني أنهما يتقاطعان وفق مستقيم ها هو يظهر أمامكم نعم إنهما يتقاطعان وفق مستقيم لكن كيف يمكن أن نقول على ذلك نقول المستقيم إذن هنا حكمنا إذن نقول المستويان ADC و ماذا و ADE ركزوا عفوا عفوا أعذروني جزاكم الله خيرا نعتذر سوف نتابع جيدا لاحظوا المستويان قلنا اللي هو ABF وماذا و HMN كيف هما متقاطعان هما يظهران متقاطع الآن نعطي التبرير لأن متقاطعان في وفق ماذا وفق المستقيم الأسود وفق المستقيم لهو MN نعم لأن لأن نأتي للتبرير لأن هما يشتركان يشتركان في ماذا في النقطتين لهم نقطتين مشتركان بينهما ها هي نقطة وها هي نقطة في النقطتين M و M إذن قلت M و M هذا الأمر أور وهما هذه النقطتين غير منطبقتين نعم غير منطبقتين ها هي النقطة تختلف عن النقطة الأخرى تماما إذن لا يمكن أن نقول لا توجد أي توجد نقطة كيف هي تنتمي إلى أحدهما إلى أحدهما النقطة الأخرى التي لا تنتمي ما هي إذا جئنا الآن يا أبناء إلى النقطة هذه هل هي تنتمي للآخر لا تنتمي إذن يوجد هنا الاشتراك بينهما في نقطتين فقط فهم متقطعان إذن 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 نحكم مباشرة أن المستويان ABF و HMN كيف هما متقطعان في المستقيم الذي اسمه MN فقط يا أبنائي هكذا أبنائي قد أنهينا هذا التمرين إلا أن أحيطكم علما أن هذه الهندسة الفضائية للسنة الأولى تحتاج إلى مبرهنة يعني ما تره عينك فقط ليس مثل الثانية الثانية أو الثالثة عندها قوانين خاصة للتعامدية والتوازي وما أشبه ذلك وفي الأخير أبناء وبنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لأنه بالصحة والعافية والترحم على روح أم الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته